بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة وبناملكم ساحتك سرودة الحلقة فعلاً نهاردة جديدة لأن احنا الحلقة النهاردة طلع بشكل جديد شوية والفقرات بتاعت النهاردة فقرات طلعة يمكن أول مرة البرنامج بتاعنا يقدم فقرات بالشكل ده الفقرة الثالثة بتاعتنا النهاردة هتبقى فقرة يمكن أول مرة نقدم فقرة بهذا الشكل لو تفتكر برؤوة بتاع البرنامج بتاعنا أو الفاصل اللي بيطلع أو الدعاية اللي بتطلع البرنامج بتاعنا بنقول فيها إيه احنا بنعملش حاجة برنامج ده إلا نبقى مقتنعين بيها أو من نتحمسش الحاجة إلا من نبقى درسينها كويس أول الفقرة الثالثة بتاعتنا كده الفقرة الثانية بتاعتنا الكابسولة اللي احنا قدست عودنا عليها الفقرة الأولية النهاردة فقرة مختلفة شوية الفقرة دي أنا بالصدفة اللي بحتها على الفيسبوك كنت لقيت المقالة دي قدامي المقالة دي سرعت فيها كتير جدا وعشان كده أستاذونكم بس أن أنا أصعد معكم المقالة دي لمدة خمس دا للمقالة دي وراح كده قوي ممكن تبقى أساسي المشكلة اللي احنا فيها أو من ضمن المشاكل اللي احنا فيها بصنعة الدواء هي المقالة دي ليه؟ المقالة دي إحنا يمكن في حلقة من الحلقات كنا بنتناول مشكلة قطعة لأعمال الدوائي ويمكن قلنا من ضمن المشاكل انتخابات تمت نقابة العملية مجلس إدارة الناس محتاجة يبقى يعني فيه لغة حوار شوية محتاجين إن إحنا نفكر بشكل مختلف شوية لأن بالتأكيد قطاع العمل الدواء لما كان في 60-70% بيمثل 60-70% من سوق الدواء في مصر وينزل لـ 6% يبقى بالتأكيد ده وراء أسباب المقالة بمساشة جداً إحنا عندنا وزير وأنا عن نفسي متوقع لي أنه هو يبتدي ياخد انطلاقة جواي جداً ويغير في الفكر بتاعنا كله طيب تعلمنا الأول نستعرض المقالة بتقول إيه وأثناء استعرض المقالة هنعرف مين اللي قالها وقالها ليه المقالة بتقول قطالب بإلغاء كل النقابات الموجودة بالمؤسسات لأنها في الأصل لا تعمل للعمال ولكن للكرسي وميزاته ديه ديه البداية ثم المصلحتهم أولاً وليس للعمال شن المهندس كامل وزير هو فعلاً مهندس كامل ووزير مناسبة هو وزير النقل حط إيده في عش الدبابير وابتدى يحط إيده على أساس المشكلة بيقولي بقى شن المهندس كامل وزير هجوماً حداً على النقابات العملية في قطاع النقل طبعاً هو بحكم إن هو موجود في قطاع النقل فهو بتكلم عن قطاع النقل ولكن احنا بالتأكيد عندنا مسؤولين جداً في قطاعات مختلفة وعندهم بالتأكيد نقابات عملية قالي بقى متهماً إياهم بأنهم يعرقلون أي عمليات تطوير داخل القطاع بحجة الدفاع عن حقوق العاملين الحقوق العاملين وأنا حتى لقى تفسير حقوق العاملين مثلاً أنت النهاردة أنت جد بالانتخاب كان فيه انتخابات الشهر خمسة اللي فات هو من اللي انتخبوك؟ من اللي انتخب الناس أفراد النقابة العملية؟ هم الموظفين فبالتأكيد هو انتخبك هو حاس أنه عمل معاك واجب فبالتأكيد هو عايز يعرف إيه هيخذ إيه النظير للواجب ده بحجة الدفاع عن حقوق العاملين الحد وصفه وطالب الوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والموصلات في مجلس النواب يعني الاجتماع ده كان اجتماع وفشة اجتماع رسمي في مجلس النواب برئاسة هشام عبدالواحد بضرورة وض حد لما وصفهو بتجاوز النقابات العملية يعني السادة الوزير وصف النقابات العملية نهاية بتجاوز تجاوز في إيه قائلا النقابات العملية بتأول عمال على الغلط وهم مش فاهمين كل ما أخد قرار لتطوير الحقيقة الخسرة الناس تهيج وبيقول لك بيشردنا يعني هو كل ما ينجي ياخد قرار القرار ده علشان يصلح من هيئة النقل ييجي العمال يهيجوا عليه يعني دي شاركة بتخسر والناس يجي تقول لك أرباح والأرباح ليه عشان احنا مش شغالين طب انت مش شغال عايز تاخد أرباح عليه نكمل المقالة مع بعضينا مش تهمين كل ما أخذ قرار لتطوير حقيقة خسرة الناس تهيجوا ويقول لك بيشردنا حسبها مقال وعبر وزير النقل عن رفضه لمنح اللي عاملين بأي مؤسسة خسائر أي أرباح يعني نفعش النهاردة تبقى المؤسسة محققة أرباح محققة خسائر ومن الكلام عن أرباح قائلا ازاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تأخذ أرباح ده كلام منطقي ازاي النهاردة المؤسسة خلي بقى لك المؤسسة برضو خسرانة ليه خسرانة بسبب العمال اللي فيها لازم تعمل النقابات العمالية لصالح الدولة مش معقولة الشركات تبقى خسرانة وبيجي نقيب العمال يقعد يشتم فينا بس هو نقيب العمال بيشتم فينا عشان هو تم انتخابه من العمال العمال اللي هما بيشتغلوش هو بيدافع عنه هو البرنامج الانتخاب بتاعهم ايه بقى؟ قال لك انت ما تشتغلش وانا كافيل بنا نحميك هو ده البرنامج الانتخابي تماما ووصل وزير النقل الهجوم على النقابات العمالية قائلا العامل دلوقتي مش عايز مش عايز مستسم نشغله يعني انت لما تيجي تقوله طب احنا ممكن بقى المكان ده نستسمى فيه يقولك لا لا هيجي يشغلني يشغلني ايه؟ لاننا اول ما نقول هنعمل تطوير يقولك هيشردنا اول ما هيجي نقوله طب احنا هنطور يبقى التطوير ده هيشردنا تماما هم عايزين يقضوا يقضوا وقت ويأكلوا بسكاويت هم فعلا يحب عايزين يقضوا وقت كده ويأكلوا بسكاويت ويروحوا يشتغلوا شغلنا تانية الله الله انا انا يعني انا انا بس تلاقي السفسار ساعة الوزير كامل او المهندس كامل هو ماسك وزارة النقل اللي بالا وديه سنة ستة شهر انا عارف وزراء كل شغلها مع مؤسسات بتحتوى لنقابة عملية والمؤسسات دي خسرانا وما فيش حد يطلع على كده بجد محدش يطلع على كده تمام لافتا اللي ان مول محاطة مصر نسبة لشغال بي 17% بناء فيها قطرة وكلابة لحد قول انا عايز اقول ايه بقى بجد انا عايز اشكل سات الوزير المهندس كامل كامل الوزير لانه حط ايده في عشد دبابير حط ايده في اساس المشكلة وسبب المشكلة لازم كلنا نقفه راه لازم كلنا نساعده ونازم كل الناس المسؤولين اللي حواليه يغيروا منه يا بشا ما تخافش واجه ما تخافش خالص ما احترام للنقابات العملية هو النهاردة هي انا شايف ان من ضمن اساس المشكلة برضو ايه العمال اللي بتشتغلوا في اي مؤسسة هم بيتخيلوا المؤسسة بتاعتهم يا عزيز الفضل المسادي مش بتاعتك المسادي بتاعت المواطن اللي في الشارع ما هو انت النهاردة قطاع النقل ده لما يبقى خسران وانت بتتكلم عن ارباح يبقى المشكلة فيك انت بس قطاع النقل ده مش بتاعك انت بتاع انا وبتاع كل الناس اللي ماشية في الشارع كل المؤسسات دي مش بتاعت العمال اللي فيها العمال اللي فيها دي بيشتغلوا عندنا احنا يبقى نرجع ونقول احنا محتاجين نعرف اساس المشكلة فين وانا عايز اقول انا في اعتقادي ان اساس المشكلة اللي قالها المهندس كامل الوزير معلش الموضوع كنت لازم اعرضه مع حضراتكم لان انا الموضوع لان احنا لما جئين نتكلم في قطاع العمال الدوائي ونتكلم في الدواء في مشكلة يا جماعة مشكلة النهاردة لما العيان بيروح يجيب رشيدة بربع مئة جنيه وممكن يجيب نفس رشيدة بمئة جنيه عشان خاطر الشركات متقعصة لا معلش طب اقول لك على حاجة انا ليا ليا حد صديق ليا وهو عايش في امريكا بالمناسبة وهو جي قاعد من 3-4 شهر في مصر شهر ليه تو منزل بوست ليه تو منزل بوست بيقول ليه البوست قدامكو بيتكلم ربنا كرمنا بكامل وبوزير فعلا دي حقيقة بيقول لي البوست بقى كامل الوزير انت وزير كامل ما شاء الله بالمناسبة انا مش عايش في مصر ده عايش في امريكا عايز اقول ان الاستان الانسان اللي بيشتغل وبيكتهد لا بيسمع في كل حتة داخل مصر وخارج مصر انا بارتع قبعتي لسيادة الوزير كامل الوزير